أهلا بكم منذ بداية هذا الفيديو هذا أكثر من مليون خلية من أجسادكم قد ماتت الأستاذينا محاطة بالموت هناك جلد ميت شعر ميت أضافر ميتة قشرة الشعر الميت جلد الرأس قشرة الشعر الميتة وهذا أمر طبيعي جدا كل أسبوع نفقد خمسة جرام ونصف من الجلد الميت في دراسة قامت بجامعة أوهايو قالت أنه 80% من هذه الغبار التي نرى مع العكاس الشمس الغبار الذي يتراقص 80% منه هي جسيمات الجسم الإنسان الميت التي تحيط بنا ونحن نمشي ونحن نجلس ونحن نتحرك في الشارع لكن على العموم نحن نتكون من أعضاء حية الإنسان كائن بيولوجي لذلك الجسم ديالو يبعث درجة حرارة معينة نشاط الخلايا نشاط الأعضاء الجسدية حرق الطاقة طعام تنفس حركة عندنا خلايا نشطة متحركة دائمة الانقسام والانشطار وتلك الخلايا التي تنقسم وتنشطر باستمرار تقترف أخطاء بالملايين في كل مرة عندما تنقسم الخلية على نفسها الإنزيم الذي ينظم الـ DNA يختلف مئة وعشرين ألف خطأ وهذه الأخطاء منقسمة إلى ثلاثة أنواع أخطاء ضارة أخطاء نافعة وأخطاء محايدة لا تنفع ولا تدر لكن إذا كان الخطأ يعني الطفرة ميوتيشن داخل الخلية وكان يؤدي أن الخلية لا تصرف بشكل طبيعي لا تحدث من انقسامها وكتحفز الجسم على أن تكبر هي الخلية تكبر وتتجاهل إشارات التوقف وكتستغل الدم لصالحها الدورة الدمية تستغل لصالحها وكتنتشر في الجسم الإنسان بشكل مريع هذا النوع الخلية والنشاط لديه اسم محدد السرطان حتى الآن تكتشف 200 نوع السرطان التي تحدثوها الأطباء وعطوه اسم وعرفوه وشخصوه لكن طبعا هي أكثر بذلك بكثير 200 نوع السرطان مختلفة المصادر والطبائع لكن ينطبق عليها نفس الوصف Cancel السرطان تغير الديهني ميوتيشن طفرة في أجسادنا يحدث بطريقة عشوائية لكن أحيانا يكون لأسباب وراثية أو لأسباب بيئية مثلا التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لمواد كيموية مثلا التعرض لأشعة الشمس قد يسبب أنواع كثيرة من أعطاب الجسم بما فيها الأعطاب الجينية وسواء حمينا الجلد المرهم أو لم نفعل ذلك فإن العطب يكون واضح بائن خذوا مثلا مثلا هذا الرجل سائق شاحنة لسنوات وهو يعرض جهة واحدة من وجهه للشمس وهذه هي النتيجة كما ترونها وهذه المرأة لمدة 15 سنة وهي تستغل في نفس الغرفة والتي فيها نافذة تعرض الجهة اليسرى من الخد ديالها والنتيجة كما تشاهدونها إذن التشوهات كما قلت قد يكون السبب ديالها هو البيئي أو سبب وراثي كذلك تدخين سرطان الرئة تعرض للإشعاعات يسبب أنواع من السرطانات لكن في الحقيقة ليس كل من يدخن عنده يعاني من سرطان الرئة وليس كل من تعرض للشمس لمدة طويلة سبب له ذلك سرطان الجلد لذلك هذا فقط يحفز ويكتر من احتمالات الإصابة بالسرطان لكنه لا يسبب السرطان لذلك هذا المرض هذا لحد الآن ممكنش علاج دياله لأنه ممكنش نقوله بنسبة 100% أن النشاط كذا بنسبة 100% يسبب السرطان لا هناك عوامل تحفز على السرطان التدخين يحفز الخلايا السرطانية تعرض للكيماوي يحفز الخلايا السرطانية تعرض للإشعاعات الشمس تحفز خلايا سرطان الجلد أما بالنسبة للعلاج مثلا الكيماوي كيموثيرابي الخطر ديال الكيموثيرابي أنه يضرب الخلايا الاثنين يضرب الخلايا الخبيطة ويضرب الخلايا الحميدة هذا هو المشكل ديال الكيموثيرابي ولذلك الناس يفقدون الشعر لماذا نفقد الشعر من أن نعرض الجسد للعلاج الكيماوي؟ لأن العلاج الكيماوي لا يميز العلاج الكيماوي يعالج بطريقة عمياء لا يمييز بين الصالح والطالح وهذا هو المشكل ديال السرطان أن السرطان ليس فيروس جاء من الخارج وليس بكتيريا جاءت من الداخل يعني سونيبازانانترو ما جاءت من بره هو مننا وفينا والخلايا ديالنا كأنها تصاب بمهرد عقلي كالتحماق يجن جنونها وتتكاثر بلا مرار بلا حدود تتكاثر للأباد مثلا الورم السرطاني يكبر 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 تفرض مثلا ورم الدماغ صعوبة استئصال ورم الدماغ أنه تكون مرتبط بخلايا مرتبط بأعصاب معينة في دماغ الإنسان فمن صعب استئصاله الاستئصال أحيانا يكون العواقب دياله أكثر من أنك تتركه في المكان دياله وتعالجه وتمدد بسنة أو سنين معدودات المريض المسكين الذي يعاني منه هذه هي الصعوبة ديال مرض السرطان أنه أولا مننا وفينا خلال خلايا عندنا ديالنا وتانيا العلاج دياله صعب جدا لنحتط شخص دياله الناس كيكونوا محظوظين أنه كيشخصوه في البداية وكينجحو في القضاء عليه بنهائيا والحالات الكثيرة أنك رغم أنك تستأصل مثلا الورم إلا أن هناك خلايا تبقى وهي كذلك تقوم بالدور الطبيعي الذي تقوم به وهو التكاتر والإنشطار والإنقصام بلا حدود لا نهائي فهذه المشكلة الكبرى ديال السرطان هناك أكثر من 200 نوع والتعامل معاهم صعب جدا لهذا حد الآن مكنش علاج ديال تشي سرطان في البداية دياله الأطباء ينجحون في احتواء الخلايا وفي استئصال الورم لكن إذا تم التشخيص في البداية لكن إلا كانت مثلا في الحالات المتقدمة ديال السرطان فهذه معناتها بداية النهاية والأورام هناك نوعين الورم الحميد والورم الخبيط بناين وملاين الورم الخبيط هو المشكل هو الذي عنده قابلية أنه يتحول إلى سرطان وورم سرطاني والورم الحديد الحميد كنا نعيش به عندنا في أجسام مختلفة كتلمس أحيانا في العنق لكنه لا يسبب خطر على الإنسان لكن هناك دائما احتمالي أنه يتحول إلى خبيط يتحول إلى ورم سرطاني وهذه هي المشكلة وهذه هي الخطر الأعظم وبالنسبة للدول العظمى والدول الغنية يعني في عوض الملايين والملايين التي تصرف على الحروب وعلى تطوير الأسلحة والسلاح النووي والسلاح الليزر وسلاح كذا وسلاح كذا يعني لو كانت هذه الملايين وتلك الملايين لو كانت تصرف نفس الميزانية التي تمشي للحروب أو ما يسمى بالدفاع تمشي الأبحاث إلى السرطان لو كنا نلقينا العلاج إلى السرطان لكن الفتاة هو الذي يذهب للجمعيات والموضمات التي تبحث وكتحارب السرطان والملايين تذهب من أجل الضمار والفناء وامتلاك الأسلحة الفتاكة إن الإنسان هو الكائن الوحيد في هذه الأرض الذي يؤمن بإفناء أخوه الإنسان وهذا نداء في الحقيقة للدول العظمى أنه تنقص من صرف الملايين والبنيين وتريليونات في السلاح وأبحاث السلاح وتصرف الملايين وتريليونات في إنقاذ الحياة وشن الحرب الحقيقية على هذا المرض الخبيط ومرض العصر اللي هو السرطان كالعادة أشكركم على المتابعة كان معكم عبداللطير إلى حق القادمة شكرا